أتحول إلى سلامة عطالة من بروكسيل سلامة كيف يصيغ الاتحاد الأوروبي رؤيته فيما يخص القبول باستئناف المفاوضات لن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بقبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لكن على الأقل القبول باستئناف المفاوضات للنظر في العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي مساء الخير أحمد الإطار، إطار العمل الذي يمكن من خلاله إحياء هذه المفاوضات وإيقاد الملف النائم في أدراج الأوروبيين منذ عقود طالب التركيا بشكل واضح أن يفتح لها الباب الاتحاد الأوروبي أمام أن تفرج عن عضوية السويد في حلف الناتو لكن الأوروبيين أصروا على أن هذا ليس مرتبطاً وبأن هذين ملفين منفصلين لكنهم وعدوا أردغان بأنهم سينشطون مستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي هذا وضع منفصل تماماً اليوم الجديد في هذا الملف أنهم لعبوها مع الأتراك مرتدة الأوروبيون لعبوها مع الأتراك مرتدة بإثارة ملف قبرص قالوا كيف يمكن لدولة أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وهي تحتل جزء من دولة هي عضو في الاتحاد الأوروبي قبرص من 1974 والجزء الشمالي من قبرص محتل من طرف الأتراك إذا كانت لدى تركيا الاستعدادات الكافية للتقدم في هذا الملف وإنهاء احتلالها لجزء من الأراضي الأوروبية يمكن أن يفتح الباب وأن يتم التفاوض وفق إطار العضوية لكن ما يطرح الآن هو إطاراً مختلفاً تماماً بديلاً عن اتفاق العضوية وقد قال المواطن الأوروبي صوته اليوم في البرلمان الأوروبي عبر ممثليه الذين صوتوا بأغلبية بأن على الاتحاد الأوروبي أن يجد طريقاً موازياً بديلاً عن العضوية يكون واقعياً ويراعي مصالح الطرفين الجارين التي تربطهما علاقة معقدة وحساسة إذن إطار العمل هو خارج العضوية خارج مفاوضات العضوية وفصولها وشروطها وما إلى ذلك وإنما يمكن أن تحدث صفقة لكنه سلامة كثيراً من نظر إلى البرلمان الأوروبي بانتباره يقدم ما يمكن أن يوصف بأنها بالونات اختبار ليست المؤسسة ذات الثقة للوازن الكبير الذي تشكل قراراته أو توصياته ركناً أساسياً ضمن محددات القرارات الأوروبية ليس كذلك في بعض الملفات هذا الكلام دقيق وفي ملف كالعضوية البرلمان الأوروبي له القول الفصل في الانضمام لأنه لا بد من تصويت البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي على موضوع الانضمام هناك قرار للبرلمان الأوروبي هناك مزاج واضح هناك أصوات عديدة تقول بأنه من غير البديهي حتى أن الأتراك ليس لديهم وهم بأنهم سيكونون ضمن العائلة الأوروبية وهو النادي المسيحي لا يمكن لقبول دولة كتركية هذا القول دوماً يكرر بأنه لا يمكن قبول بدولة كتركية في هذا النمو المتصاعد لليمين المتطرف القومي الذي يدعو إلى مزيد من الحمائية الأوروبيين ليسوا على استعداد لبدء مفاوضات جادة وهذا الخلاف أيضاً مع أوكرانيا على فكرة أوكرانيا تريد أن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في موضوع الحبوب ضمن إطار الترشيح للعضوية لكن يرفض الاتحاد الأوروبي أن يدخل أو أن يتفاوض تحت هذا الإطار وإنما مسار آخر يعتمد على الصفقات وبعيداً عما يسميه الإبتزاز الجيو السياسي سلامة أعطى الله من بروكسيل أشكرك شكراً جزيلاً